السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام ومتابعين قناة فان تربيه الطيور مرحبا بكم الى حلقة جديدة ودرس جديد طبعا اليوم موضوع حلقتنا عن تزاوجات طيور الكناري ولكن قبل ما بلشبه الحلقة هاي بتمنى من كل شخص عبيشوفني الزر اللايك وشكرا من القلب لكل من عبيض اغطى الزر اللايك وبالاضافة الى ذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناة فان تربيه الطيور يوم موضوعنا اخوة الكرام عن تزاوج طيور الكناري للحصول على اجمل انواع طيور الكناري ولكن قبل ما بلش بموضوع التزاوجات رح علمك كم نقطة لازم تطبقها لحتى ما تقع بمشاكل كناري بقبعة لا يتزاوج مع انتا كناري بقبعة كل الحذر من هذا الموضوع لانه رح يسبب لك مشاكل ومن ضمن هذه المشاكل انه الطائر رح يصير في عندك فراغات في الرأس وايضا مرض الاكزيمة الامر الاخر ريد فاكتر لا يتزاوج مع ريد فاكتر وشيميل لا يتزاوج مع شيميل تمام الريد فاكتر نزوجه لشيميل مثل ما رح يطلع معكم بالفيديو ريد فاكتر منحطه لانتا شيميل والشيميل منحطه لانتا ريد فاكتر لحتى تحصل على افضل انواع او اجود انواع طيور الريد فاكتر والشيميل لانه ريد فاكتر مع ريد فاكتر رح يسبب لك مشاكل طائر الفايو صاحب العيون الحمراء لا يتزاوج مع فايو وإنما نزوجه لطائر البراون إنما نزوجه لطائر البرون والبراون للفايو هيك نحن نحصل على اللهم صاحبِ السيد محمد طيور فايو وطيور براون تحمل طفرة الفايو كل طيور التي تحمل طفرة أو يدمع الطفرة نزوجها لبعض لما يكون حامل للطفرة ما نزوجه مع بعض لما يكون الطفرة الأفضل أن نبحث عن طائر على سبيل المثال البينو بالنسبة لكنار البينو نزوجه لطائر بلدي باللون الأبيض لاتينو نبحث عن طائر أصفر بشكل كامل وتزوجه للاتينو باللون العين الحمرة تأخذ فراخ لاتينو تأخذ فراخ حامل لطفرة اللاتينو أما عملية تزاوج لاتينو مع لاتينو أو البينو مع البينو رح يصير في عندك مشاكل وأيضا للتنويه جميع الطيور البيضاء وخصيصا الريسيسيف تحتاج إلى نسبة عالية من فتمين A لحتى يستم في عندك عملية تزاوج والفراخ أيضا تحتاج إلى هذا الموضوع حتى تنمو بشكل جيد طبعا أبعطيك معلومات عشوائي لحتى تستفيد منه بشكل كبير الأبيض خصيصا بقية الطفرات أخوة الكرام لا الوضع بيختلف وهلأ بنتقل معاكم لأفضل أنواع التزاوج مثل ما موضع عندنا أخوة الأعزاء تزاوج طائر يورغ شاير يورغ شاير بقبعة طائر عفوا طائر لونغ شاير بقبعة مع أنت يورغ شاير بدون قبعة مثل ما ذكرنا أنه ما بس نحن نزوج ذكر بقبعة وأنت لقبعة لأن هذا التزاوج رح يعطيني فراغ غير سليمي على الإطلاق إذن ذكر لونغ مع أنت يورغ الذكر بقبعة والأنت بدون قبعة رح نتحصل على فرخ بدماغ اللونغ رح نتحصل على فرخ بدماغ اللونغ مثل ما كم لاحظين حجم اللونغ في الرأس وضخامة الرأس ورح نتحصل على طول في الجسم من طول اليورغ إذن هذا التزاوج نتيجة التزاوج هذا الفرخ ما شاء الله تبارك الرحمن لكل صلى الله سيدنا محمد نتيجة التزاوج اللونغ مع اليورغ حصلنا على هذا الفرخ ما بسير نحن نخبص بالألوان ونخبص بالطيور ما بسير نحن نزوج نفتل ليورغ وما بسير نزوج نفتل للونغ لأنه رح يصير في عنده مشاكل ومن ضمن هذه المشاكل الجص انتبه لها الموضوع لونغ مع يورغ أفضل أنواع التزاوج بننتقل معاكم للنوع الآخر من هذا التزاوج والحصول على طائر جريست عملاق كيف؟ بنزوج مثل ما كم لاحظين هذا الفرخ نتيجة التزاوج اللهم صلى الله سيدنا محمد لذكر يورغ شاير مستوى ثاني ليس مستوى أول يورغ شاير مستوى ثاني وهو يكون نتيجة التزاوج يورغ شاير مع بلدي ناخد حجم خشن وبالإضافة إلى ذلك بيكون الطائر جميل وحجم مناسب لحتى زوجه مع الكولرستار إذن ذكر يورغ شاير حجم متوسط مع أنتا جريست بقبعة عفوا مع أنتا كولرستار بقبعة متحصل على هذا النوع من الفراخ قبعة وحجم كبير للطائر بعد ما تحصل على هذه الفراخ إذا كانت ذكور نحتفظ بها وإذا كانت إنها تحتفظ بها لا تقوم بعملة البيع العشوائي وتقول يلا صار عندي فرخ جميل بيعو لا هاي أنت وصلت للمستوى الأول لحتى توصل لطائر لجريست العملاق بعد ما تقوم بهذا التزاوج أخي العزيز تأخذ الفراخ من تحت هذه الأنثى وتحتفظ فيهم إلى الموسم الثاني وتحضر ذكر يورغ شاير مستوى أول يورغ شاير مستوى أول وأونتا جريست مستوى أول وتقوم بتزويج الذكور للإناث للأنثى مثلا عندي أنا ذكر طلع نتيجة هذا التزاوج ذكر تقوم بتزويجه لأونتا كولرستار مستوى أول وإذا طلعت أنتا بزوجة لذكر يورغ شاير مستوى أول فالطريقة هاي انا بحصل على طائر الجريست العملاق وبدون اي مشاكل هلق نتيجة تزاوج مثلا يورك شاير مستوى اول لانتا كولدستار مستوى اول ممكن تحصل انت على الجريست ولكن هاد الجريست ما رح يعطيك فراخ بشكل كبير يعني رح يعزبك كتير بموضوع التفريخ ممكن يطلع عندك البيت فاضي ممكن يصير في قتل للذكر للانتا لانه حجمه مقارنة بحجم الكولدستار رح يكون كبير ورح يسبب لك مشاكل من ضمن هذه المشاكل برجع بكررلك هي قتل للذكر للانتا وحصولك على بيض غير مخصب ونحن بدنا نوصل لأكبر عدد من الفراخ بنهاية هذا الفيديو بدي نوه لكم ملاحظة بتمنى الكل يسمعها تزاوج طيور الكناري بالنسبة لموضوع تزويج الذكر تيبرادو لانتا بيضاء شو الناتج بدي تكون شو الافراخ بتطلع لي رح يعطيك فراخ بسمكات رح يعطيك فراخ بألوان مختلفة ولكن هاي الالوان ما رح تكون مضاهات للون الابيض موزايك مع ريد فاكتر بتحسن تزوج موزايك مع ريد فاكتر بتحسن تزوج لانه الموزايك بيحمل الجين الاحمر والريد فاكتر بيحمل الجين الاحمر فإذا بك تزوج اتنين ممكن اما تجيب مثلا تذكر خوخي او لونه جزري تزوجه لانتا بيضاء لتحصل على موزايك ما رح يعطيك موزايك رح يعطيك الطيور ملطشة او بريعطيك الطيور الالوان فيها غير متناسقة لهذا الامر موضوع اخر انك تزوج مثلا تذكر الجزر المحامد الحبشية سيطلب فراخ مخربطة وفراخ لا لقيمة لتتحصل على طيور بدا تزوج على سبيل المثال الجزر أحمر ريد فاكتر على سبيل المثال لأنت براون بيختلف كل الاختلاف عن طيور الحبشية موضوع البراون انت صار في عندنا خربط كثير بين التيبرادو بين الحبشة وبين التيبرادو وبين البراون هاي المواضيع لازم انت موضوعك ايضا مهم كتير موضوع التيبرادو كل طائر بيغرد بنغمة التيبرادو بيقولو عنو تيبرادو مش هارد PM حبشة وموش هارد يكون بنغمة البراون تمام موضوع التيبرادو اطلقوا علي تيبرادو لنسبي للنغمة وليس للشكل لانتابرادو من طيور الصوت وليس من طيور الشكل أو طيور اللون لهذا الامر اخوة الكرام موضوع الحبشة لا يتزوج ليلا مع الحبشة وهذا افضل شاء أما بدك تزوج أنت لتحصل على طيور تحمل الصبغة الحمراء بتزوج read factor لأنه read factor بالأساس هو بيحمل الجين الأحمر لأي نوع من أنواع الطيور بتحصل على طائر بالصبغة الحمراء بشكل كامل أما والله روح أنا أجيب مثلا جزر يجاوز له أبيض لحتى تحصل على الموزايك ما فيها الحكيات ما فيه وأيضا بالنسبة لموضوع تزاوجات اللون الأبيض برجع بكرره لكم إياها الأبيض يحتاج إلى فيتامين A و O لحتى يصير عندك إنتاج مثالي وتأخذ أكبر نسبي من الفراخ هنا تكون انتهينا من هذه الحلقة بتمنى الكل يكون استفاد منها حلقتنا القادمة عن هذا المرض اللي بيعرف لها هذا المرض يكتب ليها بالتعليقات وكل شكر وإحترارهم لألكون والسلام عليكم ورحمة الله